اللي كمان يخليك تقلق قوي انه الكاميرون مش دخل الموضوع على انه بطولة ومش دخل الموضوع على انه مبارا في كرة القدم ومش دخل الموضوع على انه منافسة الموفق والاحسن فيها يكسب دول داخلين حرب هتقول لي اتمن ما تزودها اقول لكم حرب هتقول لي طبعا انا اللي بقول لا مش انا اللي بقول ده رئيس الاتحاد الكاميروني نجم الكرة الكاميرونية السابق سامويل ايتو اجتمع اول امبارح بمنتخب الكاميرون لما عرف انه حيلاعب منتخب مصر وقال لهم انها الحرب اسمعوا وقلوا الترجمة عشان من راجل بيكلم فرنساوي شوفتوا لغار لغار دي يعني الحرب انها الحرب طب انت متخيل بقى لما لعبت منتخب الكاميرون وعلى ارضهم وسط جمهورهم ويسمعوا من رئيس اتحادهم اللي هو اسطورتهم وايقونتهم الكروية سامويل ايتو الكلام ده ايه ده هينزلوا يكلونا ليه كده ايتو ليه كده ايتو دي كورة وانت نجم كبير وعاربت في برسلونة ولعبت في الانتر ولعبت في كل الدوريات الاوروبية وعاربت في النهاية انها كورة تقاتل في الملعب وتلعب كويس وتعمل مش عارف ايه وتأدي اداء كويس وتعمل اللي عليك بس مش درجة انها الحرب وفي اخر كلمة بيقول لهم مستحيل نخسر مستحيل نخسر ليه مش رياضة برضو ولا ايه قال لهم امبوسيبل امبوسيبل عدها ثلاث مرة امبوسيبل ليه ليه يا سيدي كده ليه يا ايتو كده وبعدين الحقيقة انا باستغربت بس ده طبعا حوار تخييولي لو انا واحد من لعبت الكاميرون اللي في الجيل الحالي اللي قاعد قدامه دلوقتي وبيسمعه وبيقول له اوعى تخسر من ده مصر وانها الحرب وبتاع كان رد عليه حد وقال له كان كلامك ده نفعك يا ايتو ده انت عدت تلعب مصر عشر خمستاشر سنة وانت كابتل منتخب الكاميرون مصر كان بتاخدك مكسب رائع جاي تقابلها في تصفيات كاس العالم نكسب نقابلهم في كاس الأمة أفريقية نكسب نقابلهم ودي نكسب نقابلهم عالسلم وعنا طالعين نكسب كل ما نشوف ايتو وكان سنج الله يباستيب الخير ايتو قدام وسنج في الدفع ورا كل ما نشوفهم نكسب تصدقوا كاميرون والله دي مفارقة تصدقوا كاميرون ما كسبتناش الا لما ايتو اعتزل مش صح كده مش هم ما كسبونا في 2017 صح في النهائي ما كانش ايتو ملعب كان خلاص اعتزل يعني اول ما ايتو اعتزل الكاميرون كسبتنا فطول ما انت كنت بتلعب يا ايتو يعني الحمد لله ربنا كرمنا كان مواسع يعني فكرة يا ايتو كرة يا ايتو والله انا بقول لك هو احنا كشعب مصري لو انتو كسبتوا بالعدل وبالمجهود وبالتفوق وقدمتوا مباراة احسن منه ربنا كرامكم حنقول للكاميرون مبروك ما عندناش مشكلة لكن مش درجة انها الحرب وتغل كده وتخلي اللعبة تغل وبتاع فينزل المطش يبقى موقع حربية وما نلاقيش الاخراء الرياضية ولا تنافس شريف ولا 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 لا مش كده مش كده فارجو بس انه يعني الناس تبقى وعية الظروف اللي بيتم شحن بيها لعبة الكاميرون على انها حرب لا تقبل الخسارة لا تقبل الخسارة اشتركوا في القناة